السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة شيوة 8 اقتراحي لكم اليوم هو عبارة عن مفن سهل وسريع تحضير اقتصادي ببيضة واحدة وكيجي طعم لذيذ جدا واسفنجي تحضيره سريع ومكيحتش لا خلاط ولا ضرب كهربائي وعملت لكم بمسمة البرتقال وبحشوة مرباء البرتقال ان شاء الله هادي تجربوه وغادي يعجبكم بسم الله وابدأ على بركة الله بالعمل واستعرض المقادر بالنسبة لهذا الماضلين او الكابكيك فهي تحضرها سهل يعني ما كان حتاجه لخلاط كهربائي لطراب لا تشي حاجي يعني اغبين خدموها خربها الضرب اليدوي فقط بالنسبة للمقادر فانا عندي هنا عندي مئتين وخمسين ربع كيلو من الطحين يعني ما يعادل واحد زوج كيسان ديال العنباء ونص بالنسبة للمقادر بالكوب ان شاء الله غدي تلقوهم في صندوق الوصف عندي هنا ربع كيلو ديال قحين عندي هنا مئة وعشرين جرام ديال سكر بودرة ماشي سكر حبيبات بودرة يعني غلاس ما يعادل واحد الكاس ديال العنباء زائد زوج معالق كبار وعندي هنا معالقة كبيرة او كيس ديال الخمير الكيموية او باكين باودر وعندي هنا بالنسبة لهذا المقادر هادو الجافة فقد نخلطهم مع بعض عندي هنا او مرب wield برتقالا غدي نستعمله او بن Bridfer بحشو ينحننا معالقة صغيرة ديال الصكر فانيلا مع معالقة كبيرة ديال او بيضة زوج معالك كبار الحليب وعندي هنا كاس مملوك مملوك جدا ديال عصر البرتقال عندي هنا ثلاثة الاربع ديال الكاس أقل من ثلاثة اربع ديال الكاس ديال الزيت Mask 1 رشيشة الملح نأخذ كل مجلس المقابير الجافة نخلطها سكر بلاسي مغربل نخلطهم خمير الكيموية أو بيكين باودر نعرضهم أيضا نخلطهم جيدا في حال لو استعملت السكر حبيباتي يعني سانيدة لا تخلطوها هنا خلطوها مع العناصر السائلة كيف تدوب هنا نأخذ واحد الإناء آخر نضع هذا البيضاء ندفع عليها السكر فانيلا وبشر البرتقال هنا نضع 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 نضيف عصر وزيت تحضرهم سهل جداً نضيف الحليب نضيف القبيصة الملح نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيفص الملح لذلك نضيفه قليلاً تمامًا نضيف المعالقة كبيرة بالحليب او لا عصر البرطقال نحضر القوالب لنفررها كبير اخواتي عمرت القوالب يعني تفرغوا الكمية كاملة يعني لا تعملوا قضية التلوتين وعادة التلوت لكتفرغوا كامل الكمية اللي تعملوا عادة انا كنت أخبركم سوف نعمرهم بهذا المربض البرطقال نأخذوا عقلقة صغيرة مع مراش وفي هذه المرحلة تكونوا فرن تصخن يعني كي تحطوا هذا المربض تعمروا القوالب تحطى المربض تدخلوها يعني ما تسنى وش عادة باش تسخنوا سوف نحضر الكمية هذي اللي عندي وسوف نحطها هكذا من الفوق وسوف نبقاها كتا نكمل مع باقي قطعة المادلين او الكوبكيك طبعا بالحال من حتش نذكر انه تبدلوا النوعية المربضة تبدلوها يعني تعملوا المشماش تعملوا اي حاجة عندكم سوف تبدلوا النسماء مثلا اذا سوف تعملوا الفخيز سوف تعملوا النسماء بفاني وبدل عصر البرتقال تعملوا الحليب كما تلاحظوا أخواتي كمل توزيع حساس المربضة فوق هذا الكوبكيك الفرن كما أشرت مسخل من قبل سوف ندخل هذه الصينية على حرارة ما بين 170 حتى 180 درجة هذا الشيء في فرن الغاز بالنسبة للفرن الكهربائي كان ضمن 180 لانه قدتلكم 170 ما بين 170 و180 في فرن الغاز لان فرن الغاز سخون بزاف فأفضل يطبع حرارة شوية هادية أخواتي هذا الكوبكيك او المضلينات مخرجه من الفرن اخذوا تقريباً 21 دقيقة بالنسبة للتقديم انا خليتهم هنا يبردهم فضفت واحدة كمية حيث تلاحظوا انهم من يكيطيبوا فهذا يتحفروا من بلاست المربة فضفتهم واحدة كمية اضافية وبالنسبة للتقديم فقد نعتمد فقط على قليل من السكر بودرة